بكرا ان شاء الله هيكون فيه مؤتمر صحفي لمستر أجاري المدير الفني للمنتخب الوطني للحديث عن وديت منتخب مصر أمام تنزانيا بكرا ان شاء الله هيكون مؤتمر صحفي وهيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة الأولى من الميران واللي هيقام على الملعب الرئيسي لستاد بورج العرب واللي هي الصديف المباراة وطبعا بيؤدي الفريق الضيف مرانه الأساسي على الملعب الرئيسي لستاد بورج العرب في التسعة من مساء اليوم نفسه يعني بكرا ان شاء الله هيكون فيه تدريبتين أول تدريب لمنتخب مصر ويتم السماح لوسائل الإعلام بالحضور أول 15 دقيقة وبعدها هيكون تدريب فريق منتخب تنزانيا ساعة 9 على نفس الملعب في نفس اليوم منتخب تنزانيا يتجه إلى الأسكندرية لمواجهة الفراعينة وديا منتخب تنزانيا بيغادر المركز الأولمبي بالمعادي وبيتجه إلى فندق الإقامة الخاص باستعدادا للسفر إلى الأسكندرية مساء اليوم لمواجهة منتخب مصر وديا في اللقاء المقرر له ان شاء الله بعد غد الخميس ومن المقرر أن يبيت المنتخب التنزاني في الأسكندرية على أن يلتقي بمنتخب مصر بعد بقرة الخميس ضمن لقاءات الودية اللي بياخدها المنتخب استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا اللي موجودة في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل منتخب تنزانيا بيقع ضمن منتخبات المجموعة الثالثة في البطولة بجانب كل من منتخب الجزائر وكينيا والسينغان خلصنا معاكم الأخبار المحلية كلها بشأن نادي الأهلي وبشأن منتخب مصر